نرجع لمباراة الأهلي لأن أنا بقولك أن المسيماني دخل التاريخ دخل التاريخ من أوسع أبوابه كان محتاج المباراة عشان يدخل التاريخ يا محتاج لا يعني بص المسيماني ممكن أنا بعد مباراة بقى المرس يعني قلت له لا يعني أنت عندك وماشى حلوة قلت له على الهواء قلت له أنت عندك وما ينفعش الأهلي يدافع أي فرقة جاية عاملة حسابنا للأهلي ما بقى لك دي مبارات بقى مع الهلال وفي حاجات استفزت لعبة النادي الأهلي بحكم أن أنا كنت لعب في النادي الأهلي يعني على مرور السنين اللي فاتت أكدت لما كنت لعب فرقة من الخليج سعدية بقى الكويت الترشحات كلها في صالح الناد الأهلي أول مرة المرة دي الترشحات كلها كانت مع مين نادي الهلال مع الهلال فلعبة النادي الأهلي لأ ما فيش يعني محدش عله علي ده من استفزاز لعادة الأهل اللي انت شفتهم النهاردة بجانب تغيير طريقة اللعبة بتاعة موسيماني اللي خلاها هجومية بيدغط من قدام 4-3-3 استطارة إياها بتاعة منتخب مصر بقى شيري النيني وحط أليو ديانج بقى حمد فتحي السرعية وأليو ديانج دي بتريح كتير قوي بالمناسبة بالضغط بالمناسبة موسيماني الفترات اللي فانت دي كلها كان يسر على طريقته اللي استحدثها في النادي الأهل لها 3-4-3 وانا من الناس اللي كنت بقول ليه يسر عليها واي لعب يغيب يسر عليها نقول لنا طب هاي لعب المطش جاء عشان عنده غيابات بربعة يسر عليها النهاردة دليل على مذاكرته للهلال بشكل كويس دليل على فيه مرخصم بشكل كويس غير الطريقة غير الطريقة بكل بساطة وده بالنسبة لي المدرب الرائع الناجح طبعا انه ما يبقاش مصر على حاجة معينة الكورة فيها مرونة بالضبط وهو أنا بحس المسيماني عايز يعمل طريقة لو عايز يعمل بس هو لقي ان القماشة اللي معاه في الطريقة دي أحلى يعني مش النادي الأهل يرجع يستنى الكورة ما ينفعش يرجع يدافع ما ينفعش يد استحواز للفرق شح النهاردة لما وطالبنا ان احمد قادر يلعب رائع طبعا رائع طبعا هو بيكمل لك الزيادة اللي قدام وبيكمل لك أفشة في حتة اللي بيرمس روه وبيعدي وبعدين هو في ميزة ان بيجري بالكورة تحت رجله مش اللي هو بيقف يستنى وبعدين يتحرك اللي هي اللعبة بتاعت ستة دي القديمة قوي اللي هو بيقعد يرمس روهات على الواقف لا ده بيقطع وبيتحرك بيروح على الجون بيزل يستلم وكورة ما بتتفقتش منه فمحتاج ياخد ماتشاط هيفرق وهيفرق مع منتخب مصر احنا طالبنا بكده وفعلا موسيما نده له طالبنا ان بتغيير طريقة ما ينفعش ثلاثة وراء خلاص يعني انت كنتلعب خمسة بجانب بقى دي اهم حاجة وحط تحتها تلات خطوط تفوق لعيفة النادي الاهلي على نفسها النهاردة فيش لعب وحش صح ودي تفرق معايا مدرب صح يعني الخامة اللي معايا فيقة ورجليه النهاردة البس في الرجل ومبتتعش فكرني بالاهلي اللي هو بيواجه يفرق من كل حت من ناحية اليمين من ناحية الشمال من القلب من العمر طبعا ظروف المباراة مع الطردين خلتك تلعب اداء مميز بس الاهلي من الديئة الاولى لحد الديئة التامنة لحد ما جاب الهدف الاول من ضايع فرصيتنا قبل البور دي حقيقة بين انها من عند العيبة النادي الاهلي من الاول من قبل ما يبقى فينا قصة عددي في الهلال دا انت الخوف منه من انت جبتوا جون والتاني كان ممكن لو الهلال كامل يتعبك يرجع طبعا الهلال عنده لعيبة محترفة كتير اولا بس ما حدش قال لهم ان ده النادي الاهلي هم ما تفرجوا علاماتش بتاع بالمراس دا اقول فرقة ما بتهجمش بس اقول لك حراك حاجة انا قلتها من شوية بسراحة يستحق فيها لعيب النادي الهلال التحية والتقدير هم وجازهم الفاندي حراك لعيبة كبرة وانت عارف لما انت تبقى بتلعب ونازل تلعب على مداليا وفجأة تلاقي اتنين لعيبة اتطردوا من عندك وفجأة تلاقي النتيجة انت بيتمتأخر بهدفين وتلاتة انت ممكن تتوتر ممكن تعمل ازمة كمان ممكن تتخاني ممكن تتنرفز يعني تخرج عن شعورك عشان انت خلاص بيتبرى المباراة النهاردة لعيب الهلال التزموا تماما كانوا مهزبين جدا روح رياضية عظيمة جدا لحد اخر سنة سيبك متردين تصرفات فردية وتصرفات يعني كروية ما كانتش صحيحة يعني لكن هتلاقي بعد كده التعامل كله كان بروح رياضية عظيمة عشان كده اشدت بيهم كتير يا كبت النحا والله ده برضو حاجة بس انا ما يعني اصلاب النظيف والاخلاق ما تشكرش حد عليها انا اشكرهم طبعا وكده بس ده الطبيعي ما هو برضو الطبيعي بنقوله ان في حالة الترد ممكن يعمل مشاكل لأ عشان انا بقى امين معاك لما بنشوف العيبة بتتوتر ولا حاجة في الملع بنقول ايه هما توتروا عشان الظروف المباراة التغبطت والتردين ومش عارف ايه فلا احنا بنفهم ان ده في الكرة بيحصل وبتاع لكن هما حتى الطبيعي ما عملوك شكل كويس هما من الواضح ان بعد التاني ما اترد هما كلهم جالهم تشوك قالهم صدمة اتنين مرة واحدة فابتدى كله يبتدي بقى يهدى لان ما قولون كموطر التالت ممكن هتطلع بمشكلة كبيرة ومن الواضح ان قدرت الهلال كلمت اللعيبة بين الشوتين قالهم احنا خسرنا الماتش ومنخسرش نفسينا منخسرش منظر السعودية كبيرة مينفعش يبان المنظر وده نادي الهلال واشكاء واشكاء واللي اتعاملوا مع المباراة بشكل محترم جدا بصراحة بصراحة كابتن احنا والسعودية فيه تنافس رياضي او احنا والامارات او احنا وكي وهم جايين من مكسب مع الجزيرة الاماراتي ستة واحد وعملوا مباراة كويسة مع تشيلسي فهم الطبيعي نازلين حياكلوا النادي الاهل لقوا رد فعل تاني خالص لعيب البرازيلين اللي هم جايبينها لعيب البرازيلين يا كابتن لما يلعب ضد او امريكا الجنوبية عما تاني